اشتركوا في القناة 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 من خلال قراءتي للمشهد ومتابعتي لمستوى ومنحن أداء الفريق حتى الآن محليا وافريقيا ان ان شاء الله بتوقع بإذن الله مع احترامي القدرات كل المنافسين وحقهم وطموحهم المشروع في البطولة وفي المنافسة على اللقب الى اني بتوقع ان النادي الاهلي في الأسبوع العاشر او الاثناشر على اقصى تقدير يكون في صدارة مسابة الدوري العام وتبدأ تتضح معالم قدرة الاهلي على الحفاظ على لقبه دائما رأيك ايه امير والله اكيد اتمنى اللي حريك بتقوله ان على الأسبوع الاثناشر بالكتير ان شاء الله النادي الاهلي يبان جدا ان هو فارق في بطولة الدوري العام ويكون متصدر بفارق نقاط زي ما حصل السلام الفاتت لكن اعتقد الامور السنة دي مختلفة شوية في ظل التدعمات الكبيرة اللي عامتها بعض الاندية المنافسة الكبيرة جدا اللي حتدي طعم لبطولة الدوري السنة دي وايضا توالي المباريات كل يومين 3 ماتش بالنسبة لنادي الاهلي ده ممكن يؤثر على مسيرة الفريق لكن اكيد كلنا ثقة كبيرة جدا في خبرات لعبي النادي الاهلي في تواجد جهاز فني كبير جدا بكيادة مستر باتريس كارتيرون وايضا كابتن محمد يوسف وبصراحة هم ابتدوا موسم بشكل مثالي يعني هم لعبوا حوالي 7 ماتشات تقريبا اتعادلوا ماتشين 7 ماتشات اتعادلوا فيه ماتشين وكسبوا 6 مباريات فبالتالي اكيد دي انطلاقة قوية جدا بداية موسم لأي فريق بيسعى دايما اللي هو يحافظ على ألقابه أو يفوز بألقاب جديدة فبالتالي البداية مثالية لكن ان شاء الله الأهم خلال الفترات المجبلة ان شاء الله النادي الاهلي واللعبي النادي الاهلي والجهاز فني يكون عندهم تركيز كبير جدا في كل المباريات وخصوصا لكل أهداف يا أستاذ محمد لو تتطفق معايا اتحققت حتى الآن الأهلي كان آخر فريق في مجموعة فتود دوري أبطال أفريقيا دلوقتي هو متواجد كأول فريق في مجموعته الترتيب رقم واحد وعنده مباراة غاية في الأهمية أمام فريق كامبالا سيتي بعد بكرة ان شاء الله ممكن البعض يكون مسريح شوية أو مشى الآن من ناحية هذه المباراة لكن هي مباراة أكيد صعبة جدا الأهلي عايز يختم دوري المجموعات بالتصدر وأيضا فريق التراجي التونس اللي عنده مواجهة مع فريق تونشيب في بوتسوانا هيكون عنده أهداف أخرى أو أهداف مماثلة الأهداف النادي الأهلي في تصدر مجموعته فبالتالي من هنا جاية صعبة هذه الموراة إن شاء الله لعبي النادي الأهلي والجازي الفني يكونوا مركزين في تكملة الأهداف وتكملة هذه البداية الرائعة والانطلاق الرائعة لبداية موسم جديد بالنسبة لنادي الأهلي أكيد أنا باتفق معك تماما يا أمير والمصار اللي الفريق بيتخذه حتى الآن مطمئن جدا وبيعلى تدريجيا من المباراة الأخرى وخططيا وبدنيا وفنيا والنتائج بتعكس ده زي ما قال زميلي العزيز أمير هشام كمان احنا بنسعد بالتأكيد بكل تطوير بيحصل في أي فريق من فرق الدوري الممتاز ده له تأثيره على شكل وقوة المنافسة وعلى مستوى كرة القدم والمسابقات المحلية بشكل عام وعلى قيمة تسويقية والدعائية وسعر والقيمة الفنية كمان للدوري المصري في منطقة الشرق الأوسط وفي المنطقة العربية والقارة الأفريقية وان شاء الله يكون له كمان انعكاسه على منتخباتنا الوطنية وتأثيره على ارتفاع منحنى أداء المنتخب الوطني في الفترة اللي جاية في بدءا من نهايات كأس الأمم الأفريقية هرجع مرة تانية الزميلي أمير ويكلمنا عن تفاصيل أكتر عن الحوارات واللقاءات اللي هتجرى اليوم من خلال الأهلي الليلة أكيد قبل ما نتكلم عن فكراتنا النهاردة كمان اللي حيديف لحلاوة بطولة الدوري السندي إن شاء الله عودت جمهور الكرة المصرية بشكل عام جمهور النادي الأهلي بشكل خاص للمدرجات اتداء من شهر 9 القادم يعني خلص كمان كم يوم إن شاء الله الجمهور يكون متواجد في المدرجات حتى لو بأعداد قليلة أو أعداد بشكل متدرج إن شاء الله هتكون بداية مهمة جدا لعودة الجماهير لبطولة الدوري والملاعب المصرية بشكل عام وبالتحديد للنادي الأهلي جمهور النادي الأهلي دايما هو المؤازر والمساند رقم واحد بالنسبة للفريق في مختلف المباريات والبطولات الرسمية اللي بيشارك فيها النادي الأهلي نخش بقى في حلقة النهاردة وحلقة جديدة من برنامج الأهلي الليلة النهاردة أكيد زي ما احنا تعودنا عندنا العديد من الفكرات المتنوعة لكن أول فقرة هتكون مع الزميل العزيز أستاذ محمد الجندي والحصة ضيف فيها أحد نجوم النادي الأهلي كابتن أحمد حسن استكوزا لو كلنا أكيد طبعا فاكرينه لعب كان مهم جدا في صفوف النادي الأهلي وفي مرحلة كانت مهمة جدا وبداية العصر الزهبي لجيل كبير جدا في النادي الأهلي أحمد حسن استكوزا كان متواجد معهم وبداية الولاية التانية بالتحديد كمان لمستر مانو الجزي عقب عودته للمرة التانية لقيادة فريق النادي الأهلي كان في مطلع عام 2004 فبالتالي حيكون حوار مهم ومميز جدا مع أحمد حسن استكوزا أحد نجوم النادي الأهلي السابقين واللي ساهم بكل تأكيد أي لعب تواجد داخل النادي الأهلي بيطلع من النادي الأهلي بطولات عديدة هو أيضا مساهم في العديد من البطولات مع الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي هو زملائه الجيل الكبير جدا كما تواجد في هذه المرحلة فبالتالي حيكون حوار مميز جدا ومهم مع كابتن أحمد حسن استكوزا بعدين إن شاء الله سيكون معاك وبعض الفقرات من جوة النادي الأهلي سيكون عندنا بعض الأمور اللي سنتكلم فيها واستعدادات النادي الأهلي لمباراة فريق كامبالا سيتي بعد بكرة إن شاء الله وأيضا الاستعدادات الخاصة بلقيحة النظام الأساسي ومشروع اللايحة اللي بيعدوا في هذه الفترة النادي الأهلي عشان يعرض على الجمعية العمامية إن شاء الله يوم 28 من الشهر القادم ملف حيكون مهم جدا وأكيد حنتكلم فيه في الفقرة الخاصة من جوة النادي الأهلي وكل ما يخص أعضاء وجمهور النادي الأهلي في كل مكان أيضا حيكون عندنا فقرة خاصة كالمعتاد جمهور النادي الأهلي وهو العنصر الأساسي بالنسبة لكل فرق النادي الأهلي في مختلف الألعاب فبالتالي هتكون فقرة مهمة ومميزة جدا وهنشوف تقرير مع جمهور النادي الأهلي يتكلم فيه عن تطلعاته وأمنياته وبالنسبة للفرق المختلفة داخل جدران القلع الحمراء أيضا حيكون معنا فقرة مهمة أيضا وهي خاصة بالأهلي في كل حتة وبعد الفرق اللي بتحمل اسم النادي الأهلي مهم جدا أن نعرف أخبارهم وآخر الأمور الخاصة بهم في مختلف الأشياء ومختلف المباريات المهمة بالنسبة لكل الفرق اللي بتحمل هذا الاسم المهم جدا اسم النادي الأهلي هتكون فقرات مميزة جدا وأيضا هيكون معنا فقرة خاصة من كتاب التاريخ وحنتكلم فيها عن حجبة مهمة جدا لفريق الأول لقرة أقدم بالنادي الأهلي وبتحديد عام 2006 مش عايز أحرق الفقرة دي إن شاء الله هيجي وقتها وحنتكلم فيها بكل التفاصيل أيضا في الجزء الأخير أو قبل الأخير كمان هيكون معنا لقاء حواري آخر مع أستاذ محمد الجندي وحيكون مع رئيس الاتحاد رفع الأسقال الكابتن محمود محجوب هتكون أيضا فقرة مميزة جدا تابعوها وأيضا الجزء الأخير من حلقة النهاردة وزميلي العزيز عمر ربيع سين والفقرة الخاصة بالكرة العالمية وكل الأخبار وكل ما هو جديد في الساحة العالمية في مختلف الدوريات اللي كلها خلاص ابتدت ومباريات مشيرة وكمان آخرهم محمد صلاح نجمينة المصري المتقلق اللي قدر أن يفوز مبارح مع فريق ليفربول ويحرز هدف الفوز على فريق برايتون فبالتالي أكيد أخبار ستكون مهمة ومهمة جدا مع زميلي العزيز عمر ربيع سين مع نهاية هذه الحلقة إن شاء الله بإذن الله تكون ممتعة وتكون مميزة جدا بالنسبة لكل جمهور النادي الأهلي في كل مكان سريع أنا سروح لزميلي أستاذ محمد الجندي عشان يقدم لنا أول فقرة بشكرك جدا أمير هشام زميلي العزيز على هذا التقديم الجميل لمحتوى حلقتنا النهاردة قبل ما ننتقل سريعا للفاصل ونعود لنبدأ حواراتنا وفقراتنا النهاردة مع ضيوفنا في الستوديو بقى أن نذكر بس جماهيرنا ومشاهدينا في كل مكان إنه مهما بلغت درجة استعداد كل الأندية المنافسة وهذا حقها بالتأكيد وأمر كمان مطلوب وأمر يزيد من فعالية الدوري الممتاز وقوة المنافسة فيه دايما لدى كل الناس المدركة لقيمة وتاريخ وخبرات النادي الأهلي عندهم دايما ثقة كبيرة جدا بفضل الله سبحانه وتعالى في الخبرات حصيلة الخبرات الموجودة لدى المسؤولين في النادي لدى مجلس الإدارة لجنة الكورة حتى خبرات الجمهور ودعمه للفريق بالشكل الأمثل في الفترات الأصعب أو الأكثر تعقيدا في أي منافسة بيأخذها محلية أو دولية فضلا عن الخبرات طبعا اللا متناهية لدى الجهاز الفني واللعابين ودي اللي بترجح دايما الفريق مهما كانت هناك ميزات تنافسية موجودة لدى بعض المنافسين وده دايما بيخلي ثقتنا في فريقنا بلا حدود وده إن شاء الله ينعكس على مستوى وأداء ومنحانة أداء الفريق وارتفعه أكتر في الفترة الجاية على كافة المستويات الفنية والبدنية والخططية فاصل ونعود موسيقى